السيدتان أم حرام بنت ملحان الأنصارية وأختها السيدة أم سليم بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنهما وأرضاهما ما قصتهما؟ هما شقيقتان أنصارية النبى عليه الصلاة والسلام كان بينه وبينهما قرابة من الرضاعة فكانت محرمين له صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض أهل العلم وهما نجاريتان وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النجار فهناك قرابة وهناك حرمة بالرضاعة بينه صلى الله عليه وسلم وبينهما والسيدة أم سليم هي أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام التي أخذته من يده بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد دخولهما في الإسلام أخذته من يده وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له هذا خادم يخدمك يا رسول الله السيدة أم سليم هي زوجة أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه السيدة أم حرام زوجها عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أمهما اللي هي أم حرام وأم سليم أمهما كان اسمها أم ليكة تصغير ملكة وهي جدت سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أنس يقول دعت مليكة بنت مالك اللي هي جدت سيدنا أنس دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوتها وأكل عندها وكانت امرأة كبيرة في السن ومعه سيدنا أنس رضي الله عنه وكذا وبعد أن أكل وشرب قام وقال يعني لأصلي بكم وصلى بهم أو بي الجميع يعني صلاة غير الفريضة وسيدنا أنس عل يعني يمينه والمرأة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أنس رضي الله عنه إذن أمهما امرأة صالحة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطرها وأجاب دعوتها على طعام وأكل في بيتها وصلى ودعا في بيتها أم حرام بنت ملحان امرأة صالحة آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله أحبت رب العالمين سبحانه وتعالى وأحبت الإسلام تحكي موقفا بشرها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بي الجنة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول جيش من أمتي يغزو البحر قد أوجبوا قال العلماء أي وجبت لهم الجنة إبا أول جيش من أمتي يغزو البحر يعني سيركبون البحر ويركبون السفن في البحر مجاهدين في سبيل الله عز وجل ليبلغوا رسالة الله عز وجل إلى العالمين أول جيش يركبون البحر قد أوجبوا أي وجبت لهم الجنة فقالت يا رسول الله أنا فيهم فقال له الله صلى الله عليه وسلم أنت فيهم إذن هي في الجيش الذين أوجبوا أي وجبت لهم الجنة ثم قال أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقالت أنا فيهم يا رسول الله قال لها لا ما معنى لا أنت في الأولين وهذا معناه إنك ستستشهدين ولن تدركي هذه المعركة الأخرى وفي رواية أخرى إن النبع عليه الصلاة والسلام كان نائما ثم استيقظه صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فتعجبت السيدة أم حرم من هذا الأمر وقال ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي يعني رأيتهم في المنام ورؤية الأنبياء وحش من الله عز وجل يقول رأيت في المنام ناسا من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر يعني يركبون ظهر هذا البحر على السفن ملوكا على الأسرة أي أو في رواية مثل الملوك على الأسرة فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فقال لها أنت منهم أدعو الله أن يجعلني منهم قال لها أنت منهم ثم نام صلى الله عليه وسلم ورأى رؤية فقام يضحك استفشرا صلى الله عليه وسلم بما رأى رؤية وحي وبشارة من الله عز وجل فقالت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة فقالت له أدعو الله يا رسول الله أن أكون منهم قال لها أنت من الأولين إذن هؤلاء فريق وهؤلاء فريق آخر هذه معركة وهذه معركة أخرى وفيه إشارة إلى أنك أو أنها ستموت وتستشهد في الفريق الأول وفي المعركة الأولى ثم يمر الزمان ويجيء وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجيء خلافة سيدنا أبي بكر الصديق ثم خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضا وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان أميرا على الشام يغزو قبرص ويركبون البحر هو ومن معه من الصحابة ومعهم سيدنا عبادة بن الصامت وزوجه أم حرام رضي الله عنها وأرضاها وركبت معهم البحر وفتحوا قبرص وصالحوا أهلها وعرفوا الناس بالإسلام ثم نزلت هي من السفينة وقدموا إليها بغلة أو دابة لتركبها فوقعت من فوقها فماتت رضي الله عنها وأرضاه وعندنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله العلماء يقولون في هذا الحديث وفي هذه القصة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه بما سيكون في المستقبل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والرؤية الصالحة للأنبياء نوع من أنواع الوحي نوع من أنواع الوحي فهو وحي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة منتصرة وأنهم سيمكنوا الله عز وجل لهم وأن هناك جيشا أول جيش سيركبون البحر في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأنهم مبشرون بالجنة مثل الملوك على الأسرة كأن هذه صفتهم وهم في الجنة لأنهم سيلقون الله عز وجل شهداء من حضر منهم هذه المعركة وإذا بالسيدة أم حرام رضي الله عنها تقول له يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فيدعو الله عز وجل لها فتكون بالفعل تدرك هذا اليوم وتركب البحر معهم ثم تلقى الله عز وجل شهيدة قالوا وقبرها في هذه المدينة وفي هذا المكان وذلك من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الروايات أدعو الله لي يا رسول الله فدعى الله عز وجل لها وبعض الروايات أنا فيهم يا رسول الله يقول لها أنت فيهم من أدرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة الصالحة ستكون في هذا المكان في هذا التوقيت وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة كانت همتها عالية تستفيد وتستفيد بناتنا وتستفيد أخواتنا من هذه الأخلاق لهذه المرأة الصالحة المبشرة بالجنة فهي من هؤلاء الذين قد أوجبوا أي وجبت لهم الجنة كانت همتها عالية ما اكتفت بأنها تأكل وتشرب وتتزين وتلبس وكذا ولكن عينها على الآخرة عينها على جنة الله سبحانه وتعالى وإن كانت الأخريات أو بعض الأخريات تقول وما شأني أنا وشأني الجهاد في سبيل الله هذا شأن الرجال لكنها همة كهمة الرجال ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لإسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال إنما هي همتها همت الكبار وكما يقولون امرأة بألف رجل خرجت لتخدم الجيش ولتمرد المصابين ولتشارك وتجاهد في سبيل الله عز وجل مع أن الله عز وجل لم يفرض عليها الجهاد وكانت مصاحبة لزوجها زوجها عبادة بن الصامت يخرج مجاهدا في سبيل الله وهو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج معه رضي الله عنها وأرضاها وتكون من المبشرات بالجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه السيدة أم حرام رضي الله عنها بنت ملحان